احنا عارفين ان الحب مش حرام ولكن الارتباط اكيد فيه حرمونية ان انا مثلا ولد وبنتي ينزلوا مع بعض ويخرجوا مع بعض سواء ان بقى بعلم الاهل او من غير علم الاهل فده مش المفروض حرام؟ مدام انت شايفة انه ده حرام هيبقى حرام ليه؟ لانه بالشكل ده تخلينا عن اصل العلاقة وهي العفاف العفاف يا اولاد بالشكل ده قدح انا نازل لغرض معين في مخي وهي نزل الغرض معين في مخها يبقى فيش عفاف يبقى هلنتقل الى دائرة الممنوع مش هو ده اللي احنا بنقوله بنقول يا جماعة العلاقة دي وجد فيها العفاف كان بها لم يوجد فيها العفاف اياكم اياكم طيب خطر في بالي من بعيد كده انه بالاها عفاف يبقى ارجع خطوطين ورجع نفسي وعيب نفسي وانسحب وهكذا نعم اتفضلي انا كان عندي سؤال تاني ايه هو؟ انا بس عندي سؤال بقى عن الصداقة دلوقتي مثلا ولد وبنت اصدقاء او سواء كشلة تمام بينزلوا يخرجوا مع بعض ويهزروا ويلعبوا وكل الكلام ده هل ده حرام ولا لأ؟ وما فيش في نية كل واحد منهم لا ما فيش ايه نية هو بس صداقة وبيهزروا وكل الكلام ده مع بعض فده مش مفروض اختلاط وحرام لا مش حرام ايه اللي حرام فيه؟ يعني الاختلاط ما بين الولد والبنت مش حرام البشرية كلها كانت على حد الاختلاط فمش حرام لا ربنا ما خلقش الكون ده كله وده موجود عند البدو البدو لا يمكن فيهم تحرش او ما عندهمش ابدا هذا الكلام تمام طيب الارتباط بقى خصوصا مثلا في هذا السن اللي احنا فيه او السن للانسان لسه عقله يتكون فيه كل الكلام ده مش المفروض مثلا ان احنا نحافظ على نفسنا في الفترة دي او الاهل يحافظوا على اولادهم في الفترة دي لان هما ليسه مش مدركين اذا كانت مشاعرهم دي صحة اصلا ولا غلط ماشي اعملي كده تمام شكرا